نرجع نقرأ من كتاب أو من كتاب النقد الكتابي للبابا شنودة تحت عنوان خطورة النقد الكتابي بيقول بعض مدرسي الكتاب والوعاظ في بلاد الغرب يجعلون أنفسهم قوامين على الكتاب المخدس طبعا لما بيقول في بلاد الغرب على أساس أنه هو بيقول علم النقد الكتابي ده علم وافد إلينا من الغرب ودي بدعة غربية أحنا ملناش دعوة بيها فيما يخص كنائسنا التقليدية في الشرق وإحنا قلنا قبل كده أن النقد الكتابي نشأ بسبب الصراع اللي كان ما بين البروتستانت وما بين الكنيسة الكاثوليكية الغربية وإن البروتستانت كانوا عاوزين يضعوا أسس علمية ومنهجية فيما يخص سلطان الكنيسة وقرارات الكنيسة وعلى أي أساس بيشرعوا وهكذا فابتدعوا أو بدأوا يطلعوا بمنهجيات وأسس علم النقد الكتابي على أساس أن هم يحكموا على صحة الشيء من عدمه هل هو صحيح ولا هو باطل هل هو صواب ولا هل هو خطأ علشان خاطر لما يبحثوا بقى في قرارات الكنيسة يتأكدوا القرار ده مبني على حق ولا على باطل مبني على صواب ولا مبني على الخطأ على أي أساس قالوا هذا الكلام وبأي سلطان وهكذا